في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد حفظه الله بتوزيع خمسة ألاف وحدة سكنية أكدت وزارة الإسكان استمرارها في استقبال دفعات جديدة من منتفعي وحدات مشروع مدينة سلمان الإسكاني وقالت الوزارة إن إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة قامت بالتواصل مع المواطنين المستحقين للاستفادة من هذا المشروع لإتمام عملية توزيع الوحدات السكنية ولفتت لأن الموظفين المختصين قاموا بتقديم عرض مرئي تضمن أبرز الإرشادات القانونية والفنية فضلا عن الأمور المتعلقة بما يجب على المنتفعين الالتزام بها تفاديا لإلغاء الانتفاع وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن تستمر الوزارة في توزيع أكثر من 2800 وحدة سكنية جاهزة على المواطنين المستفدين على دفعات متتالية حتى نهاية أغسطس وذلك لاستيعاب أعداد المستفدين من المشروع بصورة منظمة وأوضحت الإسكان أن مشروع مدينة سلمان يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة